اشتركوا في القناة أجواء روحانية في رمضان تبث نورها مآذن المساجد وإمام يحث الخطى نحو الأدان الله أكبر الله أكبر فتهوي إليه أفئدة المصلين من كل مكان لتعمر المسجد بالصلاة وتلاوة القرآن وحلقات العلم والذكر نعم هناك الحراك الكثير في شهر رمضان مبارك على سبيل المثال بعد صلاة الفجر الآن تقام دروس لمدة خمس دقائق بخاصة تدبر بعض الآيات والواعظات لهن برنامج في مدرسة القرآن الكريم قبل صلاة الظهر يجمع للنساء من أجل التعليم والإرشاد والآن الشباب جعلوا أغلب البرامج بعد صلاة الجمعة لوجود الناس في الجوامع وبعد صلاة العصر أيضا مستمرة الدروس فهذه أغلب البرامج التي يهتم بها الشباب والموجود حاليا وبقدوم شهر الخير والبركات يمارس العمانيون عادات رمضانية منذ القدم يخبرني عنها الحاج منصور منها مختفى وأخرى لا تزال تنشر الإحسان والمودة بين الناس كتبادل موائد الإفطار بين هؤلاء الجيران كان عادات الأجداد بسيطة هيئة سيئة يعني حسنة يلتقوا أهل القرى أو أهل المدن في المساجد ويأتوا بالقهوة العمانية والتمر في أول الفطور والماء وبعدها هذه عاداتهم الطيب وبعدها الصلاة وبعدها الصلاة يلتف في المسجد أو في الجامع على فطور مبسط من أصحال بالخير تسمى فطرة الفطرة لها نخيل ونخيل هذه تباع غلتها ويسوا بها فطرة في المساجد بعد الصلاة يسوي واجبة يأكلوها الناس بعد صلاة المغرب شهر رمضان روضة للقلوب وتنافس للخير فيه ألفة بين المسلمين على اختلاف شعوبهم يجتمعون على مائلة إفطار واحد مستبشرين بفرحة الصائم الأسواق في شهر رمضان الفضيل تشهد إقبالا وبتنوع الطلب تتنوع معروضاتها بين المستورد والمنتوجات المحلية التي يقصدها المستهلك في الأسواق الشعبية لترفزون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر